هلو ايبريوان هاواريو اهلا وسهلا فيكم بقناتي اذا عجبكم من الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد امكانكم متابعة على صفحاتي على الفيسبوك التي ايضا تبث هذه الفيديوهات بالاضافة الى القناة على اليوتيوب معكم انا داعا ديبو let's begin unit 9 places to go exercise 1 lesson on read where would you like to go on the weekend i do like to go to the amusement park i like riding the ferris wheel i like swimming i do like to go to the swimming pool do you prefer the swimming pool or the amusement park i prefer the amusement park i can't play bumper cars and have fun i prefer the library i like reading books so five matt tell jama places to go ama can name can it the hub iliha where would you like to go at the weekend aina to lead on and then how will fee after the night is war i do like to go to the amusement park i like riding the ferris wheel ارغب بركب العجلة الدوارة او منسمية عجلة ferris i like swimming انا احب السباحة i do like to go to the swimming pool ارغب بالذهب الى المسبح do you prefer the swimming pool or the amusement park هل ترغبين او تفضلين المسبح ام اه مدينة الملاهي i prefer the amusement park انا افضل اه مدينة الالعاب او الملاهي i can play bumper cars اه بامكاني ان العب سيارات التصادم and have fun واستمتع i prefer the library انا افضل المكتبة like reading books اه احب قراءة الكتب بزاوي دا ونا نتعلم let's learn i do like to go to the museum كيف بدي يقول ارغب ان اذهب الى المتحف بدي استخدم هون would like would like يلي نحن منختصره بالدي مع لايك وين بدي حطه للجملة بالجملة لهي دي لايك ون بحطه بحطة بعد الفاعل اللي مثلا هون عندي اي هي الفاعل بعدين وود لايك او دي لايك يعني بعدين تو بعدين فعل بالمصدر بعدين بحطه تلمية الجملة يعني i do like to go to the museum هلا كيف بدي اسأل هل تفضل المتحف ام المسبح قول do you prefer the museum or the swimming pool اذا مع prefer انتبهوا في عندي or تفضل المتحف ام او يعني من قلة نحن او or يعني او 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 من قلة ام the swimming pool يعني انت بتفضل المتحف ام المسبح شوفوا الجملة التالية التالتي i prefer the museum هاي بدي يكون الجواب انا افضل المتحف اكسل سايز ثري كما اكون شايفين هاد نشاط صوتي صفي ما عم بحكي فيو هاد نشاط ضمن الصف وحسب ارشادات المدرس اكسل سايز فور في عندي انا اسكن انسر يعني انا عندي سؤال وجواب يعني عندي محادث ايه where would you like to go at the weekend i do like to go to the restaurant do you prefer the restaurant or the amusement park i prefer the amusement park عرفنا كيف نحنا كل واحد اه بدي اسأل حدا انه اه الى انت ارغب ان تذهب في العطلة انا ارغب ان اذهب الى المطعم ممكن حدا تاني يقول انا ارغب ان اذهب الى المتحف ممكن حدا تاني حسب كل واحد شو حابب بعدين بدي يقول له هل تفضل كذا او كذا كمان بدي استخدم do you prefer do you prefer وبيحط الجواب طبعا بدي كمان احكي الشغلة انه انا هون عندي محادثة يعني بدي احفظها بصم بدي كرر واعيد كرر واعيد واحفظ where would you like to go at the weekend where would you like to go at the weekend i'd like to go to the restaurant i'd like to go to the restaurant هيك انا بدي احفظ محادثة بدي اقرأ بصوت عالي مشان احفظهم ويثبتوا عندي بالعقل اكسسايز 5 let's play look and say كمان هون خلونا نلعب وطلع وقول يعني حكي طلع الصور وحكي i'd like to go to the park يعني انا كيف بدي يقول انا ارغب ان اذهب الى المتنزه هيك بقولها كيف بدي احفظها i'd like to go to the park i'd like to go to the park هيك i'd like to ride my bike i'd like to ride my bike انا ارغب ان اقول درجتي كيف بدي يقولها بالانجليزي i'd like to ride my bike كيف بدي احفظها بضل بكررها شي خمس مرات اكسسايز 6 انا عندي اياها نشاط صوتي صفي لكن انا عم بتدخل فيه كمان بدي اطلع بدي اقرأ و بدي حط اشارة صح او خطأ هون بنلحط صح او خطأ حسب الجملة one i do like to go to the zoo ارغب ان اذهب الى حديقة الحيوان two i do like to go to the amusement park ارغب ان اذهب الى مدينة الملاهي او الالعاب three i do like to go to the swimming pool ارغب ان اذهب الى المسبح عندي four i do like to go to the beach ارغب ان اذهب الى الشاطئ اوكي هلا بهاي الجمال هي جمال كتير ظريفة وكتير حلو كيف يعني هون بتخليك تعبر عن حالك انو انشو حابب تعمل اوكي فانت كيف بدي يقول انا ارغب ان اذهب الى حديقة الحيوان اقول i do like to go to the zoo عرفتو كيف i do like to go to the amusement park ارغب ان اذهب الى حديقة الملاهي فانو كيف بدي يقولها يعني كيف بدي يقولها هلا هو هون تارك لك الخيار تحطيك محل الانت حابب اي رغب من هدول رغباتك تحطيه عندك اوكي اكسل سايد تريد ان رايت هون بدي اقرأ و بدي اكتب هلا عندي بامور كارز قلنا هاي سيارات التصادم طيب تو شو في عندي بارك شو هاي ارجعوا عملوا بحث ولاقوا الكلمات عندي ثري كمان بتبلش بحرف الاف والشو هادا اوكي كمان بنرجع نعمل بحث بنفس الدرس بنفس الدرس ما حدا يعلم الطالب ابدا خليه يعمل بحث وبطلع عنا الكلمات وبعدين انتو شوفوا اذا كاتب صح اما لا فور عندي كمان في عندي بول بس قبله في كلمة شو هي طيب اكسل سايز فور عم بيقول لريد ارائت اقرأ واكتب عندي لايك برفر وير وور عندي لايك يحب برفر يفضل بعد لايك وبعد برفر بيجي فعل مع اي انجي اوكي عندي وير اينا ومستخدمها مع السؤال وعندي اور او عندي وان فراه وود يو لايك تو جو يعني الى اين انت تحب او ترغب ان تذهب تو اي دو تو جو تو دا بيتش انه انا ارغب اذهب ان اذهب الى الشاطئ تري ديو بروفر دا ميوزيوم تبارك يعني هل تفضل المتحف او المتنزة اي دا ميوزيوم يعني انا افضل المتحف اعطيتكن ها الجرامار كيف اكون جملة باللغة الانجليزية ما هي العناصر التي تتألف منها الجملة باللغة الانجليزية ماذا علي ان اضع اولا ثانيا ثالثا تعالوا لنرى اولا لدي الفاعل وانا اقرأ من اليسار الى اليمين اولا لدي الفاعل وهو السبجيك باللغة الانجليزية فعل فيرب ثم تتمت الجملة وهي الكمبليمانت اكزامبل او مثال we have five bananas we have five bananas we فاعل او سبجيك have فعل او فيرب five bananas هي الكمبليمانت او تتمت الجملة طيب ما هو السبجيك السبجيك او الفاعل هو اما بروناون او ناون اما بروناون او ناون ما هو البروناون هو الضماعر الشخصية يعني عندما اريد ان اتحدث عن نفسي انا اقول i عنك انت او انت للمخاطب اقول you عنه هو وهي عنها هي الشي عن غير عاقل ومفرد it عننا نحن we عنكم انتم جمع مخاطب you عنهم هم they طيب الاسم نعم هاني هاني انت ليلا زكاة القطة ذكار السيارة اوكي هذا هو السبجيك ما هو الفعل الفعل يأكل يشرب ينام اما بالنسبة لتتمت الجملة فيجب ان تكون متناسقة مع الفاعل والفعل اوكي اكسرسايز 5 read an order كمان هون بدي اقرأ و بدي رتب انا عندي هون ترتيب سؤال رح نزللكون كيف تشكل سؤالا بس رح ساعدكم هون كيف في عندي اول شي اداة الاستفهام بعدين في عندي الفعل المساعد بعدين فاعل بعدين الفعل الاساسي تتمت الجملة مين عندي الفعل المساعد انا هون would اشتغلو to عندي you prefer or the beach do the restaurant كمان انا عندي هون سؤال بالحاضر البسيط وعندي الادات المساعد او الفعل المساعد عندي ya do بحطوا قوي شي بعدين فاعل بعدين فعل اساسي وبكمل الشملة three عندي beach I the prefer the ممم ما بده شي سهل فاعل فاعل وتتمي اكسرسايز 6 read and match هون بدنا نقرأ وبدنا نوصل عندي one I do like to go to the sea ارغب ان اذهب الى البحر two I do like to go to the library اذهب ارغب ان اذهب الى المكتبة three I do like to go to the zoo ارغب ان اذهب الى حديقة الحيوان four I do like to go to the laboratory ارغب ان اذهب الى المختبار هل بنوصل A B C مع one two three A I like animals بحب الحيوانات B I like science بحب العلوم C I like swimming بحب السباحة D I like reading books بحب قراءة الكتب الى اكسرسايز 7 والاخير عم بقول write اكتب where would you like to go الى اين ترغب ان تذهب when I do like to go to حط على كيفك انت على كيفك انت وعمل بحث عن الكلمات اللي انت بدك اياها ما تخلي حدا يكتب عنك اوكي to do prefer m or m يعني تفضل كذا او كذا I am the m يعني انا فضل كذا اوكي طبعا يعني اللي استوعب الدرس تمام بيعرف يحلون وبيكتبون لهدول كتير كتير مليح ما عرفنا منرجع منعيد مرة تانية ومنعمل بحث عليهم من اول وجديد اوكي